في صنع أفرجت ميليشيات الحوثي عن خمسة من المتهمين في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة الجريمة إرهابية بكل المقاييس بموجب قرار مجلس الأمن الدولي لتؤكد الميليشيات في قرار الإفراج مستوى التنسيق بين القتلة والاتفاق الخفي بين شركاء الجريمة وشركاء تدمير الوطن حقوقيون وقانونيون أكدوا أن تلك الجريمة لن تسقط بالتقادم على الإطلاق وسيتم ملاحقة المجرمين والجناة لينالوا جزاءهم الرادع مهما طال الوقت وكانت أياد الإجرام ارتكبت جريمة بشعة عند استهداف مسجد دار الرئاسة في الثالث من يونيو 2011 في أول جمعة من شهر رجب المحرم وأطلق عليها جريمة العصر كونها استهدفت رئيس الدولة وكبار الرجالاته وهدفت إلى اغتيال وطن بأكمله واستشد في تلك الجريمة 13 شخصا بينهم رئيس مجلس الشورى الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني فيما جرح أكثر من 200 شخص